السلام عليكم أهلا بكم متابعين قناة الموسوعة حددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في سنة 1992 إن يوم 8 إبريل من كل سنة هو اليوم العالمي للغغر وده للتسكير بمعاناة الغغر حول العالم واللي بيواجهه من تمييز والاضطهاد إلى جانب التعريف بثقافتهم وللغغر أسماء مختلفة باختلاف اللغات والأماكن اللي بيتواجدوا فيها وهم من بين الشعوب اللي تعرضت للاضطهاد من قبل الحكم النازي وحسب ما جاء في معجم ما جاء مع اللغة العربية إن كلمة غغر بتعني قوم جفاة منتشرون في جميع القرات بيتمسكوا بعداتهم وتقاليدهم الخاصة وبيعتمدوا في معاشهم على التجارة والواحد منهم غجري معاكم عمر السيد والنهاردة هنتكلم عن الغجر قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حلقتنا اختلفت الآراء حول تاريخ الغغر وأصولهم فبيقول المؤرخين إن الغغر من الهند وإيران ومناطق وسط وجنوب أسيا هجروا من أراضيهم في خلال القرن الرابع الميلادي لكن وضح بعض المؤرخين إنهم في وسط القرن الخمستاشر يعني تقريبا 1440 وصلوا إلى مناطق المجر وصربيا وباقي بلاد البلقاني التانية وبعد كده انتشروا في بولندا وروسيا واستمر لانتشرهم لحد ما بلغوا السويد وانجلترا في القرن الستاشر الميلادي وكمان استوطانوا في أسبانيا بأعداد كبيرة في بعض روايات مرتبطة بأصل الغغر وانتشرهم في العالم وبرجح البعض إن الجماعات دي ممكن تكون زحفت من الهند إلى شتى بقاع الأرض وده زي ما قال المؤرخ والباحث جمال حيدر وده بعد ما تعرضت مناطق الغغر في جبال هندكوش وعلى سفاح جبال بامبر للغز والممانهج والاضطهاد الدامي في أول القرن التمنتاشر بشكل عام بينقسم الغغر إلى قسمين أساسيين القسم الأول الدومر ودول اللي بيعيش معظمهم في دول غرب أسيا ودول شمال أفريقيا ودول شرق أوروبا أما القسم التاني الرومان ودول بيتركزوا في أوروبا الشرقية وده في حين إن الديانات الغغر في أوروبا وأمريكا وأفريقيا هي المسيحية وديانتهم في أسيا هي الهندوسية وفي المنطقة العربية والبصنة والهرصق هي الإسلام بمعنى تاني فإن ديانة الغغر بتختلف بحسب المجتمعات اللي استقروا فيها الخلاصة بقى إن هاجروا الغغر من الهند أصدين مناطق متنوعة في قرات العالم الستة بعضهم فر الأوروبا ووسط أسيا وبعض التاني وقصد أفريقيا والمناطق العربية وتقسموا تفاصيل الحياة مع كتير من الشعوب وأسروا فيها وتأسروا بيها لكن المجموعة اللي عاشت في ألمانيا تعرضت لانتهاكات من النازيين وده على إيد هتلر واللي قال إنه قتل أكتر من 220 ألف غجري حرقا في أفران شبيهة بمحركة الهلو الخست مش بيفضل الغجر تعليم أولادهم اللغة الأجنبية أو أسلوب الحياة غير حياة الغجر أو حتى الاتصال مع غير الغجر فهم مش بيسمحوا إلا للغجريين برعاية الأطفال وبيذهب بعض أطفالهم للمدارس لحد سن 10 أو 11 سنة وبقى التعليم بيحصلوا عليه من المنزل للمرأة في المجتمع الغجري احترام كبير وده لقدرتها على كسب المال المرتبط بقراءة البخت فهي المصدر الأساسي للدخل أما عمل الرجل فهو مصدر دخلي داعم بيؤمن الغجر بالأسرة الممتدة كوحدة اقتصادية بيشتغل الغجر مجموعة من المهن اللي بتتفق مع طبيعتهم المتنقلة زي بيع الخيل والبغال والحيوانات التانية وأنواع التجارة الصغيرة المتنقلة والصناعات اليدوية كأعمال الفضة والحديد والسياغة الدهب وزي ما تعرف عن الغجر إتقان الرأس والموسيقى وبيشتهروا بتقديم الموسيقى في المنتزهات وفي الألعاب السرق بالنسبة إلى مراسم الزواج عند الغجر فهي مختلفة وغريبة ومليانة بالطرائف فالزواج ممكن يكون بين شاب وفتاة ما بلغوش إلا 14 سنة من عمرهم يعني كده ما عندهمش سن قانوني للزواج وبيفضلوا الزواج المبكر ومن شروط الزواج أن تحصل الفتاة على مهر بيكون عبارة عن قطع زهبية ودي بتعادل اللي بتتمتع به من مواهب زي الغناء والرأس وفن الحكاية وكشف الطالع والحرف اليدوية اللي بتجدها بالإضافة كمان إلى الأعمال المنزلية وبينتهي حفل الزفاب بعد أدان الفجر أما الزوج مش بيقترب من زوجته إلا بعد ليلة العرس ب40 يوم عشان لا يصاب العروسين بمقروه بحسب معتقداتهم عن اللعنة اتعرض الغجر لإضطهاد كبير في أوروبا وده لاتهمهم بالسرقة والأعمال الغير المشروعة ووصلت قمة إضطهادهم لما أصدر ملك روسيا سنة 1725 مرسوم بيقضي بقتل كل غجري فوق 18 سنة وكمان قامت بافاريا بإنشاء وزارة متخصصة بشؤون الغجر وكان العداء بيتركز في ألمانيا فأصدرت ألمانيا سنة 1929 قوانين بتلزم الغجر اللي لسه ما عندهمش أي شغل سابت بالعمل القصري يعني السخرة وكان لهتلر كمان موقف ضد الغجر وده لما أنشأ مكتب مركزي لمكافحة خطر الغجر وكانت الوظيفة الأساسية للمكتب ده هي فرز الغجر الأنقياء من الغجر المختلطين وكمان تمت العديد من الممارسات العنصرية ضدهم في الوقت ده وسمح حتلر بقتلهم في المعسكرات المختلفة وكمان سمح بتعذبهم وجوحهم وكمان استخدمهم كمدة للتجارب وكانت أكتر العمليات إبادة للغجر في نهاية الحرب العالمية التانية وده لما تقتل منهم 15 ألف غجري من أصل 20 كانوا بيعيشوا في ألمانيا بيطلق على الغجر في الشرق الأوسط الدومر ووصل عددهم لتنين مليون ونص نسمة وبينقسموا إلى مجموعات مختلفة بتعيش في مناطق متوزعة بين الدول العربية وأسيا الوسطى يعني ما بين إيران ومصر والجزائر وتونس والمغرب والأردن وفلسطين وسوريا والأراء وباكستان وأسباكستان وطبعا من المؤكد أنه محدش يعرف على وجه التحديد إم تغادر جموع الغجر الهند أول مرة وكمان لأي سبب كانت الهجرة دي وفضلوا لكروني يتنقلوا إلى معظم بلاد الدنيا الاسم الأشهر والأقدم للغجر عند العرب هو الزط وهي كلمة معربة عن جيت الهندية المأخوذة من اسم شعب قديم من شعوب شمال الهند ويسمى الجاتس وأقدم ذكر للزط في المصادر العربية بيعود إلى ما قبل الإسلام في منطقة التفوف من أرض العراء وفي أثناء الفتح العربي الإسلامي لبلاد فارس أسلمت جامعات من الزط واختلطت الأساورة والسيابجة على يد أبي موسى الأشعري وده لما فتح مدينة السوس بعد ما هرب ملك الفرس نزلهم أبي موسى منطقة البصرة فاتحلفوا فيها ببني حنزلة من تميم وأقاموا معهم وخرج فريق منهم مع ابن عامر إلى خرسان مشاركين في قتال المشركين وماشتركوش في أي حروب من الحروب الأهلية إبان الجمل وصفين وكانوا ملتزمين باتفاق إسلامهم مع أبي موسى لحد ما نقضوا عهدهم وشاهدوا خروج ابن الأشعس فأوقع بهم الحجاج وهدم دورهم وكان معاوية نقل قبل كده قوم من الزط والسيابجة إلى سواحل الشام وأنطقيا وكمان عمل كده بعض الوليد بن عبد الملك ونقل بعض منهم إلى أنطقيا وكمان نقلهم الحجاج أواخر القرن الأول الهجري وأسكنهم منطقة كاسكر في العراء الأوسط وإلى الجنوب وعاشوا هناك مع بلطغية واجتمعوا معاهم فولى المأمون في سنة 2005 هجرية نايسة بن زياد الجلودي عشان يحاربهم وولى في سنة 206 داود بن مسجور أعمال البصرة ومحاربة الزط بجد ودي كانت حلقة الغغر لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واسبونا في التعليقات الموضوعات اللي تحبوا نتكلم عليها لو أنت لسه معايا وامتابع الفيديو لحد دلوقتي تبقى أنت واحد من أهم المتابعين في القناة فما تبخلش علينا باللايك وشير ونشوفكم الحلقة الجاية ترجمة نانسي قنقر